تفضل الفريق الركن مع الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية اليوم بتدشين نظام تجديد تسجيل المركبات والفحص الفني إلى جانب حزمة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها لإدارة العامة للمرور للمواطنين والمقيمين وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة الحكومة الإلكترونية والجهاز المركزي للمعلومات وبهذه المناسبة أكد معالي وزير الداخلية أن تدشين هذه الخدمات الإلكترونية بمثابة قصة نجاح ويوم من أيام الإنجاز التي نفتخر بها مضيفا أن تقديم الخدمات الإلكترونية هدفه تسهيل الأمور على المواطنين والمقيمين وهو أمر يحظى باهتمام الحكومة الموقرة معربا معالي عن شكره وتقديره للعملين في هذا المجال خاصة اللجنة العليا للحكومة الإلكترونية وهيئة الحكومة الإلكترونية على عملهما الدؤوب والمستمر الذي سهم في رفع معدلات التطوير للخدمات الحكومية وقال معاليه رأينا اليوم كيفية اختصار الخطوات ومنها اختصار خدمة تسجيل السيارة من عشر إلى ثلاث خطوات وكانت هناك عقبات أمام اللجنة حيث لم يكن الأمر بالسهل في نقل المعلومات من نظام إلى آخر لكن كان هناك عزم وتصميم حتى تحقيق النجاح معربا عن تطلعه إلى السمرار هذا التوجه وأكد أن عددا من الإدارات العامة بوزارة الداخلية كان لها حضور متميز في هذا الشان ومنها الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة التي قدمت الكثير من الخدمات الإلكترونية وكذلك الجهاز المركزي للمعلومات وها هي اليوم الإدارة العامة للمرور تسير على ذات النهج مشيرا إلى أننا نتطلع إلى زيادة استخدام هذه الخدمات الإلكترونية أو الهواتف الذكية في إطار الشراكة المجتمعية التي تعمل عليها قوات الأمن العام كما أن هذا التوجه يمتد إلى المحافظات تصبح جزءا من هذه المنظومة في تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين وتاتي هذه الخدمات في إطار سياسة التطوير والتحديث التي تنتهجها وزارة الداخلية للارتقاء بمستوى الأداء ومواكبة روح العصر باستخدام التقنيات والنظم الحديثة التي تساعد على توفير الجهد والوقت وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين من جانبه أكد المدير العام للإدارة العامة للمرور الشيخ ناصر بن عبد الرحمن الخليفان الإدارة وبتوجيهات من معالي وزير الداخلية تتبنى إسراتيجية شاملة تعتمد على استخدام أحدث الأساليب وتقديم أفضل الخدمات المرورية ورفع مستوى السلامة المرورية وهي ماضية في مواصلة عمليات التحديث والتطوير لكافة منظوماتها في سبيل توفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وبأعلى مستويات الجودة وأشار إلى أن الإدارة عملت بالتعاون والتنسيق مع هيئة الحكومة الإلكترونية من خلال فريق مشترك على تحويل بعض الخدمات التي تقدمها الإدارة إلى خدمات إلكترونية لسيما وأن الإدارة لديها اليوم 12 خدمة إلكترونية منجزة وهناك ثماني خدمات أخرى قيد التنفيذ مؤكدا أن الفريق يعمل حاليا على دراسة تحويل جميع خدمة المرور إلكترونيا وتبسيط استخدامها للجمهور من جهته عرب السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية عن اعتزاز الهيئة بالشراكة مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور مؤكدا أن الهيئة وضمن رؤية الاستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية 2016 تعمل على تحقيق التمييز في الجيل القادم من الخدمات الحكومية وتقديم خدمات عالية الجودة بفعالية وكفاءة وذلك بالتعاون مع جميع الشركاء من الأطراف المعنية وأضاف أن التعاون كان مثمرا مع كافة إدارات وزارة الداخلية بفضل توجيهات ومتابعة معالي وزير الداخلية عضو اللجة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات انطلاقا من حرص معالي على تطوير كافة إدارات الوزارة وأجهزتها ومواكبتها لأحدث التقنيات والممارسات الحديثة هذا وستتيح الخدمة إمكانية تجديد تسجيل المركبة وتجديد التأمين عبر الشبكة المعلوماتية الانترنت وستوفر آلية سداد رسوم الفحص الفني وتجديد تسجيل المركبة والتأمين والمخالفات عبر الانترنت أيضا مع تسهيل الإجراءات من خلال التكامل مع انظمة عشر شركات تأمين فضلا عن التأكل من ضبط أكبر للإجراءات وتقليل احتمالية الأقطاء الناتجة عن انخال البيانات يدويا إلى جانب الاستفادة من إمكانية توفير سجلات إلكترونية سابقة للفحوصات الفنية المنجزة على المركبة بسم الله الرحمن الرحيم في الواقع أننا اليوم أمام فعلا إنجاز وقصة نجاح تفتخر فيه الوزارة وخصوصا القائمين على الإدارة العامة للمرور حيث أن ما يقدم المواطن وما يسر المواطن أمر تطويره مهم بالنسبة لنا وهذا هو الأمر الذي تسعالها الحكومة دائما وأبدا فشفنا أن اليوم عندنا إنجاز ونقلة نوعية تخفف على المواطن عناء المراجعة واختصار خطوات المراجعات وهذا الصحيح هو النهج الذي اتبعناه من فترة وأيضا هو موجود في عدد من الإدارات العامة مثل الإدارة العامة الجنسية والجهاز المركزية المعلومات بالإضافة إلى المراكز الشرطة واليوم نتجه إلى تطوير العمل في مراكز الشرطة أيضا من منطلق الشراكة المجتمعية وكذلك ستتمتد استخدام الخدمات الإلكترونية إن شاء الله إلى المحافظات فهذا التوجه موجود وهو توجه حكومة البحرين وهو ما تقدمه إلى المواطنين والمقيمين على هذه الأرض إذا من إضافة على هذا الإنجاز ودي أن أتقدم بالشكر إلى اللجنة العليا للحكومة الإلكترونية برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك وأيضا هيئة الحكومة الإلكترونية برئاسة رئيس تنفيذه الأخ محمد القائد ومن عمل على هذا الإنجاز في الإدارة العامة للمرد